زيارة الأمير القطري تميم إلى أنقرة اليوم تأتي في ظل زيارات متلاحقة بين أتراك ومتبادلة بين أتراك وقطريين على مدى الفترة الماضية وكأن قطر تريد البرهنة على أنها ليست في عزلة ليس هناك مقاطع لها لديها الصديق والشقيق التركي كيف نقرأ هذه الزيارة؟ هذه الزيارة تأتي في سياق حرص تركي قطري على فك حالة العزلة التي تعانيها كلا البلدين قطر مأزومة ولديها حالة قطعة مع دول الخليج إضافة إلى القاهرة الصورة الزهنية لقطر في الدول الأفريقية بادت أسوأ مما كانت عليه يعني برغم أن قطر حصلت على عضوية منظمة الدول الفرنكفونية حتى دون أن تحصل على صفة مراقب بفعل استثماراتها في فرنسا كانت فرنسا من أشد الدول التي دانت علاقة تركيا بالجماعات الريديكالية في أفريقا وتحديدا في مالي واتهمتها بشكل مباشر بدعم جماعة التوحيد والجهاد هناك وأيضا تركيا كما قلت في البداية لديها علاقات خارجية مأزومة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي مع دول في محطة الإقليمي وبالتالي تأتي هذه الزيارة في محاولة لإسعاب كل البلدين وفك حالة العزلة الأمر الثاني يأتي في إطار محاولة تركيا كذب السوق التركي والتعويل عليه بدرجة كبيرة في محاولة للإقالة من العصر الاقتصادية التي تشهدت تركيا صحيح أن معدلات النمو في تركيا شهدت ارتفاع ملحوظ في الفترة الماضية وصلت تقريبا إلى 11% لكن ما زال هذا محدود مقارنة بارتفاع مستويات البطالة مقارنة بارتفاع معدلات التدخم مقارنة بحالة حتى الاستقطاع